موسيقى صباحكم خير وسلامة من غير فيروس كورونا اللي أصبح الحديث الشاغل للجميع وترند العالم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشاره في الصين وذلك طبعا بسبب انتشار السريع وما حصد من وفيات وإصابات بالألاف في ظل عدم وجود لقاحلة لحتى الآن وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نسلط الضوء على جديد أهمية التوعية الصحية للحد من انتشاره مع ضيفنا الدكتور محمد الخميس أستاذ علم الأوبئة وعلم الأحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة في جامعة الكويت صباحك الله بالخير الدكتور رح يكلم عني صباحك الله بالخير شكرا على استضافة شكرا لتلبيتك الدعوة والدكتور يمكن في البداية يعني حين مضى أسابيع على انتشار الفيروس نبي تقييمك للوضع الحالي عندنا في الكويت بشأن فيروس كورونا طبعا احنا كعلم أوبئة دائما نقارن المقارنة جدا مهمة فأي واحد يفتح الخريطة العالمية حق وباء الكورونا ويطالع وضع الكويت مقارنتا في الدول الأخرى فنقع نشوف أن الكويت يعني الحمد لله وضعنا أحسن من دول وايد خصوصا أننا عندنا حالات شفاء عالية أقل حالات ما عندنا حالات وفاة وهذا الحمد لله يعني نشكر فيه ونشيد في جهود جنودنا في الصف الأول وزارة الصحة بقيارة معاني الوزير يعني لهم دور مهم وفعال وفعلا يعني أهم السبب الرئيسي في يعني هذا النجاح وتميز دول الكويت حتى دوليا من ناحية وضحها في الكورونا وهم نفس الشيء الجهات الحكومية المساندة وغيرها وهم نفس الشيء أشكر المواطنين اللي التزموا بتعاليم الحكومة وتعاليم وزارة الصحة في إنها تكمل جهودها أو في نجاح جهودها في وضع الأزوار فبالتالي نحن الحمد لله الحمد لله الوضع ممتاز الحمد لله ممتاز نزين دكتور نحن فيه طبعا رأيين باتجاه انتشار وباء كورونا عالميا في منهم طبعا يقولون متشائمين خلنا نقول أن والله زياد حالة الوفيات والإصابة بهذا الفيروس وفي اتجاه آخر نحن مقبلين على فترة الصيف وخلنا نقول الحرارة يمكن رح تقضي على هذا الفيروس وفي آراء متعددة شنو تقول في هذه النحوة طبعا فيه شغلة مهمة مرثان نرجع نحن في علم الأوباء نقارن اللي تلاحظة أن الناس يقول لك حالات الوفيات عالية لكن لم يقعد ما نستنتبه له وأن حالات الشفاء أعلى وهذا ترى شغلة مهمة في ناحية هذا هم نفس الشيء لما نقارن فيروس الكورونا نقارن في فيروس الانفوونزا فيروس الانفوونزا ما زال هو يعني الفيروس الأول في معدل الوفيات على مستوى العالم وهم نفس الشيء من ناحية حتى الإصابات إصابات وائد أعلى يعني في دول بروحة بس توصل فيها الإصابات فيروس الانفوونزا طبعا نعم أفعل فأقول لك يعني فيه 45 يعني في دول كإصابات وليس كإصابية كإصابات يعني توصل إلى 45 مليون بالسينبس فبالتالي المهم أننا لازم نقارن أنه بالنسبة حق وباء الكورونا عندنا نسبة شفاء عالية وهذا لازم نركز عليه الشيء الثاني الحين عندنا فيه دراسات قاعد تقول أن التغيرات الجوية ممكن تأثر أنه ممكن هذا الفيروس حساس حق الحرارات العالية فهذا يعني شيء مهم ونحن نترقب لكن فيه فعلا هي نظرات متشائمة لكن ما فيه هي شغلات متشائمة أنا أقول أننا مشكلتنا حتى على مستوى العالم للحين ما عندنا ميانات ومعلومات عن الفيروس كافية بحيث نحدد كما كل المؤشرات قاعد نقول أو كل المؤشرات قاعد نشوف فيه شغلات إيجابية وفيه معلومات قاعد تطلع عن الفيروس قاعد نقدر نتنبأ فيه سلوكيات وتصرفات وانتشارها ومع ذلك أهم مع ظهور الأدوية والأشياء هذه فبالتالي يعني فيه مؤشرات لكن من نفس الوقت مع أنها متفاعلة لكن نفس الوقت لازم نتخذ الحذر والحيط ونكون فيه جاهزية من الزهم يعني فيه لنحن أشياء لنحن مقادرين نعرفها كعلماء في الأوبير طيب عطفا على كلام كدكتور سنعرف لحن لاحن أخرى مثلا التي تعلقها بالكولورا أو الأيدز على استبيل المثال أو غيرها بحيث أنها تحد من خطورة الوضع مدى دقة هذه أو مدى صلاحيتها ويحن وين سايرين بخصوص الدواء طبعا طبعا أول شيء نتمنى أن يكون اللقاح جاهز في نهاية حسنة لكن الشيء المتفاعلية فيوتوني أنا قاعد أقرأ دوريات العلمية أن الآن فيه تجارب كلينيكية على أدوية فعلا أثبتت فعاليتها في علاج الكورونا فأي واحد يكون مصاب وعنده أعراض قوية أو سيئة من ناحية الكورونا في مثل هذه الدول التي قلت لنا يعالج مراري في حتى أدوية ثانية مضادة للفيروسات قالت تثبت فعاليتها في علاج مرض الكورونا وهذا الشغلة اللقاح صح ممكن أن نتأخر لكن في القريب العاجل إن شاء الله نتوقع يكون في مخزون دوائي جاهز حق مقاومة الوباء هذا أو الحجم يخفف من الخطورة نعم دكتور طبعا من بداية انتشار وباء فيروس كورونا دعونا نقول أن أطلبت وزارة الصحة من المواطنين والمقيمين بعدم الخروج إلا لضرورة القصوة كيف ترون أن حد هذا الموضوع من انتشار فيروس كورونا ومثل ما تفضلت أن هو الوقاية خير من الألاج طبعا هذه الشغلة الأساسية المهمة في نجاحنا للحين في دولة الكويت هذه إجراءات العزل الاجتماع والتباعد وكذا هذه تقلل من احتمالة الإصابة وعلى فكرة نحن بالنهاية في فئات معرضة للإصابة وممكن يكون لها عوارض جانبية سيئة بسبة المرض نفسه نحن هم لازم نقول المواطن لما يفكر التباعد ليس لن يحوشك المرض هم أنت لا أنك تنقل المرض حق الفئات المسنة أو المعرضة أنها ممكن تصاب في عدوة شديدة وتنحط في العناية المركزة فهي تعتبر سلسلة فالتزام المواطن في التباعد وجلوسه في المنزل هذا يقلل من انتشار المرض والشيء الثاني المهم هذا يحمل فئات المسنة المعرضة أنها ممكن تضرر من هذا المرض فهذا مهم وهمتها شيئا مهم أنا أتمنى من المواطنين الذين يلتزمون أن الذين يسمعون هالكلام يريدون يلتزمون لأن هذه الخطوة الفاصلة في أن ننجح في احتوال المواطن أو لا ننجح باقي على المواطن الحكومة لم يقصرت بكل النواحي هذا واجبنا جميعا قبل أن نختم دكتور مفهوم الصحة الوحدة أثار على مكافأة الويروس طبعا أول شيء مفهوم الصحة المواطنة تريد على نظريات المؤامرة في نشوء الكورونا الصحة الموحدة تقول صحة الحيوان والإنسان والبيئة وحدة نشأة الكورونا نشأة طبيعية طلعت من حيوانات برية الحيوانات البرية كانت تستهلك في أسواق يتحور وهو يطمر من الحيوانات البرية للإنسان والظاهر بطريق وعلى فكرة ترى هذه ظاهرة طبيعية نفس ظاهرة في الوينزا الخنازير وفي الوزا الطيور الأيدز الإيبولا كلها ترى بنفس القصة فلما نفكر هذا نشأة فيديو صارت في عوامل بيئية في عوامل بشرية وفي عوامل حيوانية كيف يساعدنا هذا المفهوم في مكافحة الأصول أنت عندك مشكلة من الجذر فلما نرجع حق الجذر جذور المشكلة الحيوانات البرية لماذا الأشياء المناخية هذه كيف نتحكم فيها أول ما تحفل المشكلة لا تستطيع تحل المشكلة من أخصانها فبالتالي لا يصبح تبتدي من أول الشجرة صح إذا تبتدي شجرة طفائلية أو مشكلة لازم تبتدي من جذورها فمفهوم الصحة الموحدة يدش لك في العمق يقول لك أنه لازم تركز نحن عندنا نتو المناخ سيأثر الصيف وكذا هذا يعتبر من الصحة الموحدة نفس الشيء الحيوانات فبالتالي يعني تعطيك مفهوم كامل حق بارك الله بارك الله فيك دكتور محمد وحياك الله معا في برنامج صباح الخير وإن شاء الله استفادوا كثير المشاهدين من خلال هذه المعلومات كل شكر للدكتور الأستاذ طبعا الدكتور محمد الخميس أستاذ علم الأوضاء وعلم الأحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة في جامعة الكويت ترجمة نانسي قنقر